طبعاً طلع كلام يعني كلام في الـ 48 ساعة الأخيراً من نادي باناتينايكوس فتوح عنده عرض من نادي باناتينايكوس طبعاً بأكد لكم طبعاً يعني بأكد لكم إن مفيش أي عرض وصل لنادي الزمالك فيما يخص فتوح وفتوح موقفه كالآتي عشان تبقوا عارفين ما فتوح طبعاً وصبحي فتوح وصبحي الـ 2 الـ 2 نقصت لهم سنة في عقدهم الـ 2 بعد البطولة العربية هيكون الموقف المالي داخل نادي الزمالك اتضح بشكل كبير والـ 2 هيتعرض عليهم عرض يعني جيد جداً يليق بيهم ويليق بما قدموه مع نادي الزمالك ومنتخب مصر في الفترة القادمة والـ 2 يعني الـ 2 لعيبة عارفين الكلام ده كويس جداً المفاوضات دي ممكن تاخد وقت ممكن تاخد وقت ولكن برضه الزمالك هيبقى حط التاريخ معين للمفاوضات دي الزمالك هيبقى حط التاريخ معين للمفاوضات دي لأن الزمالك برده مش عايز من العيبة تخرج من عنده فيي تخرج من عنده فري وده على فكرة يعني الغلط اللي حصل فموضوع امام عشور من البداية امام عشور الايا كان بقى من السبب ما توصقش عقده وما تمدتش عقده فاصبحت خلاص دخلت انت في السنة ونص دخلت في السنة ونص يبقى خلاص هو اللي العيب اللي بتحكم فيك زي موضوع ام بابي كده هو اللي بتحكم في باريس سان جيرمان دلوقتي مهما كان القوة في باريس سان جيرمان هو اللي ساي فخلاص الاندية كلها لازم تعرف والجمهور لازم يعرف اي نادي يسيب العيب معاه مش عايز يجددله يسيبه للنهاية ويمشي فري يبقى دارة غبية بالذات لو العيب عنده فاليو وعنده قيمة تسويقية خلاص تبقى دارة بتهدر حق النادي هتدخل فيه بقى 2 مليون دولار 3 مليون دولار ايا كان الزمالك فتوح وصبحي هيعمل كل حاجة يقدر عليها ان هو يبقي على اللاعبين ويجدد عقودهم بالارقام بارقام كويسة كويسة جدا بارقام كويسة جدا ولكن النهاردة لازم هيبقى فيه ديدلاين وهيبقى فيه وقت معين العرض ده مهلته هتبقى خلصت ساعته بقى ايه دي قصة تانية خالص لكن مسؤولين الزمالك عندهم ثقة كبيرة جدا في فتوح وصبحي ان هما الاثنين عايزين يعقودوا في الزمالك وان هما الاثنين بالعرض المادي المميز جدا والجايد جدا ليهم والتأدير الجايد جدا ليهم ان هما الاثنين هيجددوا عقدهم وهنقول لحضراتكم برضو يعني اخر التطورات فيما يخص الموضوع فتوح وصبحي ولكن مش دي الاولوية بالنسبة المسؤولية الزمالك دلوقتي الزمالك دلوقتي الاولويات اللي عنده انه يدفع الغرامة اللي عليه فك البان اللي عليه ويفك الوقف القيد اللي عليه ثم بعد كده يسجل اللعيبة المعارين واللعيبة الجداد الأزوري وعايزها يسكنهم في القايمة بتاعته مع دفع طبعا 15 مليون جنيه اللي هي القسط اللي لازم تدفعه لاتحاد الكرة عشان تقدر ان انت تسجل كل دي خطوات الزمالك الزمالك بياخدها علشان يقدر ان هو يعني يحقق اهدافه من سوق الانتقلات الصيفية ويعود الموسم الصعب واللي كان صعب على الجميع اه داخل نادي الزمالك وعلى جمهور اه جمهور اه نادي الزمالك